بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وعلى كل الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأجل التسليم مناسبة أننا نستغل الأعياد والنفاحات المصر كلها والدول العربية مسلمين ومسحيين صيام وأعياد للجميع كل سنة وإحنا كلنا طيبين والدنيا كلها طيبة الملاحظ دايما أن المصر والدول العربية هي مهد كل الأنبياء اللي إحنا أرينا عنهم في الكتب واللي إحنا نعرفهم وعشان كده هي مازالة مصر والدول العربية هي المنارة لكل العالم عشان كده إحنا كمصر كدول العربية كمسلمين ومسحيين نرفض إن إحنا نفخر بنفسنا ونتمنى الخير لكل العالم على فكرة فرصة إن إحنا في الأيام دي إن إحنا نستغل النفاحات دي نستغل الصفاء الرباني لما يوجد مسلمين ومسحيين في أيام الصيام وإن إحنا ندعي ونبتهي لربنا إن برحمته الواسعة يرفع عنا البلاء والابتلاء ياريت نستغل اليوم دي كلها مسلمين ومسحيين كل سنة وإحنا كنا طيبين في نقطة مهمة أنا بعتذر لفريق الإعداد إن هما يكلموني كذا مرة وما كانش منه روب يمكن أنا عمر ما كنت بهرب من الرسالة دي لكن تقريبا أنا بقيت عمل ما بينه وبالنفس كده كل ما اطلب لأي برنامج عمل زي جوحة لما طلب يخطب الجمعة فحس إنه بيقول يعني هيقول إيه والكلمة اللي عمال يقوله عمال يعيده ورسل في النهاية أنه لهم اللي يعرف يقول لي ما يعرفش وسبهم مش تقريبا هو ده كان أسلوب إذا أنا عمال أهرب وعمال عسايا يعني حاسي إنه ما فيش نتيجة لأطباء عمال أقول رسايا لأن أنا برام من ساعة ممكن دايما الفضل لقالات الصح والجمال ولا أنسى فضلها علي هي وإزاعة القاهرة الكبرى بعد كده القنوات اللي جاب بعدهم واللي كل يجيب بعدهم لكن دي كلهم في الأصل كبدايات برامج طبية وظهور أطباء والرسالة اللي إحنا بدأنا نظهر بها ونقديها من سنوات طويلة مش بهرب لكن أنا ملاحظ إن أنا إن إحنا مجنوعة من الأطباء كان موضوع مش إعلان مش بيزنس مش إعلان عن نفسهم ودول تقريبا إن ساحبهم الساحة معظمهم وفي نفس الوقت مش حب الظهور يعني معظمنا قد بقى مشغولين أو بمشاجرنا ومش حب الظهور قوي فعشان كده يعترى الرسالة قامت بدورها الأطباء مشغولين ما حد يشوفنا يعني أنا عمالة هاتي بقالي سنين في موضوع الإنجاب بالذات والمفروض إيه المنظومة اللي تتم في علاجة آخر الإنجاب وإيه الصح اللي يتم وهلازم عندي طرفين طرف الأطباء وطرف الأسر وهم الاتنين لازم لو الأسرة الوحدها ممكن تساعدني 50% لكن بدون طبيب فاهم الأمور هتبقى ماشي عارجة شوية الطبيب لو فاهم الأمور تحلت ما فيش طبيب نتابع كل واحد مشغول ما فيش طبيب بتابع برامج إلا قيل جدا يعني أعتقد لما أنا بقعد أتابع برنامج طبي اللي حوالي بيستعجبه يعني هو قاعد بيسمع إيه آه بسمع وتعلم ما حد يشفينا عالم كلنا جهلة وكلنا جهلة الأصغر واحد والأكبر واحد والأي معلومة بتتقال وبحس قدامها أن أنا كأني في حضانة أي دكتور بيتكلم كأني في حضانة وبسمعه ما فيش حد فاضي يسمعنا حتى لما في أي ميه أعدى في أي لقاء في أي حتى لو إحنا شغالين في عمليات أو غيره وأي حد فينا وأنا أقول كلمة كل يسكت لأن بكلم صح بعدها بربع ساعة بعدها من وصف ساعة اتناسك كلام ده كله يرجع كما كان كان ما أسمعش حاجة مازال والأسر بنفس الطريقة يعني أنت عملينا حفظ الأسر بقالنا سنين يا جماعة تأخر الإنجاب زوج وزوجة مع بعض وحدة 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 الزوج لازم الشاب يحلل قبل الجواز ما فيش وتقريبا إيه صوتنا ندبح وعملها هاتي الهوى هنا الهوى يشهد بهذا الكلام هنا إنه عمالها هاتي لازم كل الشاب قبل الجواز يحلل عشان لو لقى نفسه صفر يتأخر يتأخر جاية لقى نفسه معقول أي شاب منتج منجب وهنتكلم عن نقطة دي وإزاي أي منتج منجب هنتكلم عليها فوزة الكلام لكن ليه ما نحللش قبل الجواز وقلت قبل كده إن الإخوة المسيحيين كانوا دايما حاجة جميلة جدا إن كل الشباب المسيحي قبل ما يتجوز بيحلل والأسيس يشوف التحليل وكان بيتعرض علي التحليل ده كلها فجأت إن حتى المسيحيين بيهربوا بالموضوع ده وبدأوا يتخطوا زي موضوع شهادة الجواز اللي بتتضرب زي موضوع قبل كده شهادات السواقة زي شهادة المحكمة لما بتتضرب لأي قضية ما عرفش يعني هو إحنا ليه عجبنا إن إحنا نهرب من واجهة إن إحنا بنتحق على بعض بدحك على نفسي يعني أنا كشاب يعني أي شاب راح يتجوز هو إيه فرحتي إن بعد جوز يكتشف إنه قيزه ليه ليه خش في الدوامة دي طبع أنا عرفها من الأول وعليجها من الأول ما زال الأمور يمكن بدأت أستغل لأي شاب بيجيني عنده احتقان عنده مشكلة بطلب له التحليل أنا يعني كلام دا بحاول إن أنا يعني أعمل خطوة بس أحس إن أنا الواحد مش مشكلة بس بعمل علي والشباب بيطوعني ولو عنده مشكلة من ابناء آه لقيت ناس آزوا ولسه ما تجوزوش لقيتهم صف وبدأت معهم الخطوات وفيهم شاب كان خمسين ألف مسيحي وهيتجوز تقريبا للأسبوع دلوقتي وصل ستين سبعين مليون بعد ما خد علاجه عمل دوالي وخد علاجه وكلام دا أعتقد هيتجوز خلال الأسبوع الجاي صح يعني أنا ما عملتش أوفر بس عملت المطلوب مني طب ليه كلنا ما عملش كده ليه كل الشباب ما يحاولش الأفضع اللي أنا عايز يعني فرصة بقى نحنا نتكلم شوية مين وش مال لأننا عارف إن في وسط المسلسلات والكورة وكلام دا احتمال اللي بيبقاش في التصالات كأننا بنسجل برنامج إزاي زي معظم البرنامج التسجيلية بس إحنا إيه اسمنا على الهوى يجي الشاب الآن على موضوع المعاشرة والانتصاب والكلام دا ويجيني كتير جدا الآن أنت الآن على إيه دا إذا كان لسه بادري لا عزق مش هتعرف ومرفوض إن ما فيش شاب قبل الجواز يبحث عن موضوع العلقة الزجوية ما يبحث نهائي لأنني مش هيوصل لحل عشان يوصل لحل هيتوه واحتمال يتئذي لا اتطمن لحد ما نوصل لمرحلة الجواز احتمال إحساسك كله يختاف من جوان أنك تتجوز ودائما أنا أقول لهم كده أنت عايز ليه فتح شهية والأكل ما تحطش أنت ليه عايز أتطمن على الرسيفر وليس فيش طبق قد أمثلة كتير جدا بيتطمن شوية لكن في نفسه أنا عارف إنه جواء ألأ هو عايز يحس بنفسه يقول لي أو فيه شباب منهم بيأجر الجواز ودخل على الثلاثينات ودخل لأرب من الأربعينات كل مشكلته إنه الآن إنه يفشل لكن ما فكرش يشاب فيهم نعمل تحيس تخيلوا يعني قدي إيه بخايف من المضمون طب يعني إيه كلمة مضمون العلاقة زوجي مضمونة لأن ربنا مش ظالم نيديك عضو لا يعمل وكلام ده قلناه كتير جدا لكن الحاجة اللي مش مضمونة هي الإنجاب رزق وهنتكلم عليها الإنجاب رزق لكن في نفس الوقت أبدأ أسعى للرزق ده ممكن أتمن على نفسي لكن فكرة إنه عضو لا يعمل صعبة طب لو كان فيه عاشرة في المية عندهم قلة لا علاجهم مبجود وهنتكلم عليها إذن أنت بتكلم على المضمون أقول له لا اتجوز ما لكش دعوة يقول لي ما أنا خايفة لأ لما تفشلها في جنبك هزوقة هزوقة هزنيرك طب فشلت لا ليه في حل هنوصل نوصل لدعامة مش مشكلة بس بالآخر هتعيش سعيد بالدعامة بالدعامة وهتعيش أسعد من كل اللي حواليك إذن في حلول لكن تعال هو قف بقى عند فكرة ليه ما تحلش وتتطمن على الإنجاب أرمي تتجوز يمكن برضو من المرات تكلمنا كتير على فكرة أن أنا أفرح أن أنا تجوزت وما خلفتش أطلق وتجوز تاني طب ما أنا آزو أو أنا تحلل لي الجيد ده القرب الآزو وأنا ليه بقى زيبانات الناس يعني أنا كشاب مفيش مشكلة فيها مطلق ولا حاجة أن أنا أخلي بنت مش بنت وحطها مجرد أن أنا ما عرفش حل إيه المشكلة ده تحليل أنا ده وقت في تحليل فوري فحطها ده في ربع ساعة مجرد نظرة أنا بكتب كده اللي بتاع المعمل أنا عايز نظرة عساء المنو عايز مجرد نظرة فيه إنتاج متشكرين اقفل اقفل ما يهمنيش بقى الكلام الفاضي بتاع الحركة كام مش حال في التشوهات إنسوا كلام ده كلام ده تقريبا فلسفة في الإنجاب الأساس عندي فيه إنتاج ما فيش إنتاج يعني ده الأساس ما قفتش ده ربع نص ساعة موضوع بسيط جدا وعرف مستقبله مستقبل البنت بنت الناس اللي أنا هاخدها من حياة لحياة إذن فكرة إن إحنا في إيدنا الثقافة الأسر مش عارفين يتعلمه إن هم يحليلوا الشباب قبل الجواز مش عارفين يتعلمه إننا بدأنا يا جماعة الزوج وزوج وحدة وحدة في الحركة يعني لا هم تعودوا إن الست تبع نسا الراجل تبع ذكورة لا طبعا في الخلفة لا الست والراجل وحدة وحدة عنده أي دكتور تأخر إنجاب قلنا كلام ده كتير إن دكتور تأخر إنجاب أي تخصص من تخصصات التلاتة نسا أو ذكورة أو مسالك أيهم جلدية لا جلدية لا نسا وذكورة ومسالك أيهم اشتغل تأخر إنجاب أنتو الاتنين عضو قدامه طبعا الفكرة فكرة أني معظم الحالات اللي موجودة وبتلف بين الدكتورة الاتنين عندهم إنتاج والاتنين معقولين إيه الموضوع الموضوع أن أنا أحط إيدي على أن الاتنين عندهم إنتاج وبأفاهم أنا كدكتور أن الاتنين عندهم إنتاج وأن الانتاج مش أرقام ولما تكلمنا كمعلومة عامة على الأرقام عند الزوج والزوجة قلنا لو إحنا مش بنعالج أرقام ولا بنعالج ورق إحنا بنعالج حالة إيه الدليل قلنا كتير جدا أن في واحد هنقول مثلا أنت خدت حيل السائل منوي وإنت متأخر عن إنجاب وروح لأي طبيب قال لك لا إنتاجك 12 مليون أو 8 مليون والمفروض تبقى فوق الخمستاشر أو فوق العشرين طب بهدوء إيه اللي خلها المفروض طب ما المفروض لو أنا لازم بقى بخمستاشر أو بعشرين مليون طب ما اللي محلي الجنبي ده طالع ستين مليون وما خلفش يعني إزاي الموضوع موضوع أرقام بسي طب الأرقام بسي طب أنا ما خلفتش عشان أنا 8 مليون طب اللي 80 مليون ما خلفش ليه رغم النزوجة كويسة أنا الحركة عندي 40 طب اللي 60% ده أنا شفت نبالي إحنا 70% والزوجة كويسة طب ما خلفش ليه لا الأمور عايزة درجة تانية من الوعي إن أنا أفضلكم من تول اتنين تحليل الزوجة كويسة وتحليل الزوج كويسة بقى إذن أنا مرتاح بالنسبة 90% فيما فوق لحد 95% يا طرى ممكن ده ممكن نسيبهم ما ندخلش وقلنا كتير جدا إن إحنا لو ما تدخلناش في زوج وزوجة تحليلهم فيها أرقام معقولة هيخلفوا لوحدهم وده اللي إحنا شفناه قبل ما ندخل كتا كترة مع عشرات السيدين اللي فاتت كانوا بيتسابوا بيخلفوا يقول لك أسرهم بيخلفوا إنجاب أو طفل كل خمس سنين كل سبع سنين كل ثلاث اللي وحده بأوتوماتيك لكن مش الإنجاب وراء إنجاب لا هو بيحصل كل ثلاثة كل خط مع الصب لأنه ده في إنجاب فيه نسبة وفي إنجاب والتاني في إنجاب بس فيه شيء من اللي إحنا بنسمى دلوقتي الكواليتي أو التناسق ما بين أو وصول الخصوبة مع الخصوبة وتكامل الخصوبتين ده حاجة يعني رزق رباني بقى وده نصيب وفكرة لما نتكلم أي شيء نقول فيه نصيب احتمال أقف عنده مع عادة موضوع الإنجاب لأن ده أرواح تخلقت من بداية الخليقة ومعروف أساميها وهتتولد يوم إيه وهتموت يوم إيه والكلام ده كله إذن أنا مجرد أن أنا قدامي زوج وزوجة فيهم إنتاج ما لعبش ما أقدرش ما أعملش للزوج دوالي لو مجرد أنه عنده دوالي مين قال أن كل اللي عنده دولة عملية مين قال الكلام ده مين قال بالمثل مين قال طب فيه ناس لو خرجت احنا كلنا عشرة ماشين في الشمس كان واحد فينا ممكن الشمس تلسعه أو تجيله ضرب الشمس مش إحنا العشرة في حد جلده حساس واحد لأ واحد وخمسة لأ كذلك مين كام دوالي ممكن تأثر على الإنجاب ما فيه ناس كدير عندها دوالي بس فيه واحد تأثر ومجموعة لأ كام واحدة محتاجة تنشيط موض أو منظار واحدة في كل عشرة في كل عشرة مش كل محتاج منظار مش كل محتاج دوالي مش كل محتاج أن أنا أعمل شغل فيه واحدة عندها التساقات الإشعار بعد ما بخدت بأسبابي لقيت أني عملت إشعار بالسابغة لقيت أني فيه شوية التساقات عامل عاملية زايدة عامل عاملية في الوحوات قبل كده ما عملتش لكن فيه التساقات ظهرت وقتها أوكي كلنا اتفقنا كابتو إذا كاترت مناظير أو نسا أني دو محتاجة من نظار نعمله وإحنا جبنا نتيجة ما جبناش نتيجة عملنا اللي علينا ألو ألو السلام عليكم مدام رغضا تفضلي مدام رغضا سيح حضرتك شكرا حضرتك وحضرتك طيبة سبع سنين سبع سنين آه حسن تأخذ حمل لها دي جوازنا وصلت من مدة سنتين سنتين تمام آه مع العلم إن دي بعمل تحليل تحليل وكفي تحليل وكفي تحليل وكفي تحليل حاجة تبيني التمام تمام بعدك كده حضرتك حصلت لها حمل آه من 24 كده هو بعد الحمل حضرتك مخدرش فشيلة بس أنا وضعت ولدها قيسرية تمام آه حصل حمل مرة تاني بعد الحمل الأولين في مدة سنة يعني آه بعد السنة أنت عاملة قيسرية صح؟ آه وانت بعد القيسرية بسنة حصل الحمل ما حدش قالك أنه بعد القيسرية لازم سنتين لا حضرتك أصلا أنا ما حدش وسيلة بسبب أن حصل تأخر حمل آه أنت الآن الآن فأنت قلت أن الأمور هتمشي لوحدها وهتتأخر لوحدها تمام طب حصل الحمل بعدها كم من الحمل آه سنة ونص بالضبط حضرتك يعني دلوقتي أنت عندك طفلين معي أو معي دلوقتي ولا تاني عنده سنة حضرتك ونص دلوقتي تمام بعد الولادة الثانية حضرتك أنا خدت وسيلة الأول حبوب ما أنا الحمل اللي هي بسبب رضاعة لمدة آه ستة شهور تمام بعد الحبوب خدرتك وسيلة تانية اللي هو اللولا آه استمر فيها لا لا تفع شهور يا دكتور استمر فيها شهور وبعد تفع شهور عمالي نازل تمام فحضرتك أنا شيء دلوقتي كان لقالي سنة آه وقالي فهسة ما خطرت حمل يعني أن أنا رحت يعني أنت عايزة يا مدام الرغدة أنت عايزة حملي تالت دلوقتي آه والطفل عنده سنة ونص التاني آه تلاتين تلاتين ونص يا دكتور الأخير اللي هو التاني آه تلاتين ونص والكبير عنده أربعة أربعة ونص أربعة ونص أنت عندك كم سنة أنا كده تلاتين تلاتين طب أوكي حديثا حد فيكو عمل تحليل أنت أو الزوج حاليا حديث يا دكتور الأرواحتي كشفت والدكتورة طلب للزوج ما تعملش لسه أو ما تعملش لسه لا أولا حضرتك عمل بس إحنا لسه أنا معنا عرفش حسين طب أوكي الدورة هتجيلك إمتى آخر دورة هي آخر دورة كده كانت عشرين أربعة يعني خلاص تلاتين أربعة أي حضرتك عشرين أربعة عشرين أربعة عشرين أربعة يعني خلصنا بلى خمس يام تعريبا تمام تمام طب أوكي آه تحليل زوج مش معاك دلوقتي بلاقي إذا أنني مؤلت إذا كمزوري فيه طب أوكي هتكلمك حضرت أمور يا مدام الرجل أفحت أمرك أشكرك آه تقريبا هي فصري كلام كتير من اللي أنا بقوله إن الزوج والزوجة اللي عندهم إنتاج أنا دايما بنصحهم والكلام دا يمكن حصل مني الأسبوع دا كذلك مرة أقولهم انت رأعته في البيت وبعيده عن الدكاترة احتمال هتبقوا أريح ليه آه نتكلم احنا دايما المنشطات مفيدة بالنسبة كبيرة لا اللي بيدوها المفجرات الحقن والمنشطات مفيدة ضرارها أكتر من فاديتها بتئزي الست أكتر وما أعتقدش إن في دكتين نيس هيتصل بها دلوقتي ويقول لي لا أنت غلطها لا ما أعتقدش ضرار المنشطات أكتر من فاديتها طب أوكي مدام نادا ألو مرحبا نادا طب أمور يا مدام نادا تحت أمرك ألو أيها معاك يا مدام نادا كنت عايزة أسأل على حقي يا دكتور دو أموري أنا متجوزة لياسة ناتية تمام وبعد كده حصل حمل وبعد كده الحمل نزل نزل بعد كم شهر بالشهر الثالث أول بداية الشهر الثالث التالث تمام فدلوقتي ما حصلش حمل لحد في الوقت عملت الفحوص أنت والزوج آه عملنا تحليل الزوج كويسة بس أنا الدورة عندي إيه الموضوع ويريت بعد الحلقة أخذي تليفوني وبعاتيلي تحليل كنت والزوج على الواطس ما فيش مشكلة تحت أمر كم دم نادم آه طيب أوكي هتكلم عن موضوع الإجهاد بسرعة ما احترام الأطباء النساء والطباء الإجهاد الإجهاد ده يعني جنين يعني يعني عجينة بطقعة والكلام الجديد اللي أنا بقوله لكم بقى لعشر سنين تقريبا يا جماعة العجينة اللي بطقعة ده ضعف في العجينة بنسبة كبيرة يعني مش عيب عند الست لتحليل القطط أمراض القطط ولا عيف الرحم الداخل الرحم داخل جزء بسيط يعني أنا دائما بدها مثل مثلا بأي بأي عجينة أو المحارة الأسمنت عايزين نعمل محارة لو الأسمنت مش كويس وما فيش تناصق من الرمل وما فيش تناصق مش هتمسك ممكن يبقى العيف في الحطة ممكن عيف في الحطة ممكن يبقى العيف في الرحم بنسبة لكن في نسبة كبيرة جدا العيف في الهوى المانوي أو العيف في البيضة اللي هم عملوني المضغة أو العلقة أو حياتة الدم الموجودة عشان كده لما يكونها مظبوطة بتنسك مش مظبوطة بتقع وقعها نعمة وقعها نعمة وفضل من ربنا وده ما منقول لستة الاحطلاء للإجهاض اسجود ربنا شكر إن هو كان ممكن يكمل مشوة ويعذبك طول حياتك وانت ربنا رحمك منه بس ده للعظة إيه الحل؟ بدل ما كنا زمان اللي بيبدأوا يعملوا تحليل ما لهاش لازمة دلوقتي الأمور بسطة جدا بنبدأ الفحوص العادية جدا تحليل الزوج وتحليل الزوجة لأنهم كويسين بنكمل مع بعض ونشوف بقى لو كان تتابع صح من البداية بيدوها أسبريم بيدوها غيره لو كان صح لكن لو التحليل في عيب بنزبطه لما تزبط الطبيع وتزبط الحلول المانوي ودي النقطة اللي بيكلم عليها يا جماعة الكواليتي الجودة وعمل أقول للناس بقالي شهور وسنين يا جماعة في حاجة اسمها أنا أنا عندي 11 لعب لا بحضاشة لعب بس ممكن 11 أقصر كفاءة طيب أنت بتستعجب ليه الحضاشة تقول المسيطرين لأنهم أقصر كفاءة أقصر جودة ممكن التانيين نفس العدد والأرقام نفس الأرقام ممكن السرعة تبقى ما احترام للأفارقة بيبقى السرعة عالية جدا لكن لعبة تانين 11 حريفة وأبطأ بس يكسبوهم بنفس الطريقة أنا مش مش الأرقام اللي قدامي على الورقة هي الحل لا أنا بخدها بس كدليل ليه في إيدي لكن مش معناها أن أنا عند أرقام أخدها وامشي وفرحان لا طبعا يعني يعني الحالة قدامي زوج وزوجة الزوجة هرموناتها معقولة مش هلعة فيها وقالنا دايما يا جماعة الهرمونات الزوجة دي كهربة لو لخبطناها بلخبطها أكتر زي موضوع لخبط الدورة اللي عندها دا على فكرة يمكن أنا مرة من سنتين أو تلاتة قلتلكم هنا أن في استشاري النساء بيقعد معايا نشوف الحالات السواء فكرة فكرة التأخرين جاء بيشوفوه تيم أنا مش أنا الواحد بنشوفه تيم يعني الحالات المشتركة بنشوفها فالزوجة جاءت كتب لها رسمعن الحمل عشان يزبط لها رسمعن الحمل إيه اللي حصل يا رسائل وشتيبة وكلام دا انتم مش عايزين نيأحبل ليه راحت لدكتور زي كده وعرفش حاجة قال لها ده بيدينك رسمعن الحمل عشان ما تحبليش تخيلوا وصلنا لإيه وصلنا يا جماعة التكييز ده تلات درجات التكييز الدرجة الأولى بتضيع وإحنا عارفنا موضوع الدرجة الأولى في التكييز بشوية السيدوفاج وكلام دا أو علة الفاج كلها الدرجة التانية أقرسم الحمل بتضبط الدرجة التالتة اللي هي أعلى درجة في التكييز بالمناظر وكلام دا ده توافق ما بين أساتذة تأخر إنجاب وخاصة بتوع النساء اللي هم تخصصوا وركزوا وبحثوا تأخر إنجاب اللي هم مش مشغولون تلو الوقت بقيصريات وهيست كشفات النساء لا ناس قاعدة مركزة فعالات تأخر إنجاب إذن الأفكار مش بتيجي عشوائي مش أنت بتخش العلية تقدير عشوائي فيه إجهاض وفيه تأخر إنجاب بتعمله هرمونات بنعيش في تحليز الزوج ومنحاول نوصل لأعلى مستوى لكن مش ما تخفيش حصل إجهاض يبقى فيه مشكلة في ممكن مشكلة عند الطرفين دايما من الحاجات المهمة تدخلوا الأسر بالذات كل واحد عايز يرمع التاني وانا قلت يا جماعة مش مشكلة مين فينا عندهم مشكلة في الغالب لو هو صفر خلاص بنقول للزوجة انت عودي مكانك والصفر هنصلح ممكن الزوجة تبقى مشكلة كبيرة وهي ما عندهش طبوط خالص المخزون عندها صفر آه شفت حالات كتير وحالات صغيرة في السل مش دايما فوق الخمسة ثلاثين ولا فوق الاربعين لا فوق الخمسة وعشرين وفوق العشرين كمان لكن مدام في الاتنين فيه انتاج والاتنين فيه مخزون وفيه شغل في الغالب ما فيش مشكلة عند الطرفين لا ازاي نكمل الطرفين مع بعض فقط لغير يبقى انت سليم وانت سليمة بس ازاي نزبط الطرفين مع بعض موضوع مدام غا غا رغضة ماشي مع الكلام اللي انا قلت في الاول انه هم شبه سلام لو صبروا الواحدهم بينجبوا مع الوقت زي ما قلت جسودة غريبة وكلام ده احنا شفناه مع الواقع كل ثلاث سنين كل خمس سنين طيب دلوقت هي الغريبة ان احنا في سنة 2021 وفي فوسط الياسة وكلها ان معها طفلين وعايزة تالت واربعد بسرعة يمكن ايها بص للتلاتين سنة انها كبيرة اتنين كويسي لكن ما ستقدر تحشها هي من جواها ادام محتاجة انت مش تريد توقفها لكن لو محتاجة ايه اللي هنبدأ نعمله هنبدأ نعمل تحليل من جديد انا قلت ايه دايما لو الانجاب بطيء وبيتأخر ابحث عن حاجتين بس ابحث عن دوالي عند الزوج في الوقت في الوقت ايه بتوع مؤثرة واحيانا لما بقتنع بها من البداية وبعمله الدوالي يعني بيكون النصيب ما بيقفش بالشكلة يعني يقف بقى بالوسيلة لكن وارا بعض بيجي شايل 3-4-5-7-15-15 سنة اه بنفس الوقت الزوجة يبحث رقم واحد عن افراز الساد اكتر بالتكيز كمان في الحل الزادية بيهمل او افراز الساد عند بعض الناس واحيانا هي بقى لا اما حاجة تبقى واضحة جدا عندها او يعني انها تعثر وتشوف لا يعني هم عندهم الافراز يبقى واضح لا يا جماعة عصري او ما كانش كده التحليل بيبقى لان فيه احيانا بيبقى تحليل هرموني اللبن في الدم 30-40-50-70-100 وما فيش افراز الناس مش عارفة تفرق ما بين حسية الساد والغدد لتحليل 3-4-5 تخيلوا والساد يدي افراز ويبين جدا ويمكن قال لي واحد متغرق خالص ومجرد العلاج بيفرق معه يعني فيه انا بقى بتاع مسالك وذكور لكن مجرد ان احنا اتفقنا كتوافق عام يا دكتور تأخر انجاب وانت شغلتك نيسة لو انت شايف الزوجة معقولة والزوج مش مقتنع بالدوالي وتدوله علاج تدوله علاج وانا نقف مع بعض كذلك انا شايف الزوج ماشي علاج وهي الافراز واضح جدا تاخد العلاج وانتهى الموضوع مش لازم ندوك لان دي هنحل تقريبا زي ما اتفقنا 90-95 من مشاكل الاسر اللي بتبحث عن انجاب مدامه ومما الاثنين بيتحركوا كوحدة واحدة نكمل مدام مونا مونا تحت امرك يا مدام مونا لا الصوت الصوت بس يبقى واضح مش عارف ليه مش واضح في كنترول تحت امرك معايا في كنترول الصوت دكتور نعم هلو ايوه معاكي ما اقول لك يا دكتور بشي 15 سنة معالي من الانجاب 15 سنة بتعالج الانجاب صح كده ايوه طب عندك كم سنة عندي 31 سنة 31 ايوه يعني انت مجاوزة عندك 16 ايوه يا دكتور طيب ما حصلتش انجاب 15 سنة ايو بعض الطفل طمس الطمس التنين الاوليين اه جبت طفل اه جبت طفل اه جبت طفل نزل سبع شهور اه كامل ولا ماكملش ايو ماكمل بطني كان سبع شهور لا يعني انت ولدتي سبع شهور نزل حي ولا ما ولا ماكملش في الحياة لا نزل ماء نزل ماء بعدها بعدها وابس تلاتين وبعد مفيش حمل مفيش حمل لحد دلوقتي نا وبعد كيبا جاءت 4 سنين وبعد كيبا حبل تنزل عين 50 يوم 40 والطفل ايه اه نزل 50 يوم 50 يوم تمام كده طب اوكي الزوج عنده كم سنة عنده 8 و 5 سنة عمل اي عمليات نا هو اطفال عمل عمليات نا حضرتك هو عنده اطفال عنده اطفال من زوجة تانية تمام اه يا مادم وانا مش معناه انه عنده اطفال يعني لازم ينجب منك ممكن يكون عنده اطفال الزوجة التانية معندهاش مشاكل خالص او خصويته عالية لكن ممكن يكون بالنسبة لك انت محتاج علاج يعني هو عشان يكمل معاك عشان كده كل زوجة وزوجة لوحدهم طب اطفال انا محتاج محتاج يا ريت طبعا انت الدورة منتظمة معاك دلوقتي لا طبعا لانا بنتمتزل لانا بالعلاج ولها أساس طيام علي لكني تدفل طب اوكي لا ده انت عايزة قعدة عايزك ان شاء الله تتكلميني بعد الحلقة او تاخد تليفوني بعد الحلقة نتواصل مع بعض وانت مكانك هقولك تعملي ايه وانت مبعد اشوفت حل زوجك وورقك وانزبط الدنيا ان شاء الله مدام مونة ما تلاقيش يا مدام مونة يا جماعة انا هرجع للنقطة اللي كنت هتكلم فيها بعد المقدمة اللي كنت هتكلم فيها المقدمة خديتني بس انا هتكلم يا مدام مونة فكرة بيجي لي يخش علي اي حد في العيادة عنده بنزل حصوة يقول لي فيه امل تنزل فجأة كده لقيت الكلام بيتكرر فيه حد عنده سرع قصف فيه امل تحسن فيه حد عنده مشكلة في الانصاب وممكن لحد كده امبارح ورغم انه راجل بسيط جدا بسيط جدا وراجل انا مش بقول مش بعيف فعلا كلنا مجتمع بسيط وانا بذلك اللي جولي منكم واللي عن تابعين وعارفين انا ما زلت متماسك بالمجتمع بتاعي والناس اللي ترابط في وسطهم الناس الجمال دول الراجل البساطة ده الراجل اللازيز ده جاي يقول لي يا ترى انا عندي تصريب وريدي مين عملك اشاعة ويرامك بالتهمة دي حتى لو فيه تصريب وريدي اولا انا ضد الاشاعة واللي يعرفوني كتير جدا انا عرفوا ان انا ضد الاشاعة لاني في موضوع القصف والجنس حاجة من الاتنين لا هتستجيب لي العلاج لا مش هتستجيب لي العلاج القصف هتستجيب للعج انسى بس محتاجة العلاج مع الصبر وانا بقولها لأي حد سروعة القصف محتاجة علاج مع الصبر والنتيجة ان شاء الله مع الأدواء الرائعة الجديدة الرائعة اللي انتم محظوظون بيها في المجتمع دلوقت الشباب الكبار بكلهم محظوظ بالأدواء في نتيجة لسروعة القصف بس عادة صبر مش عادة استعجال زي تعليم السواء بالضبط انا كده بشبيها بماشي مع البنزين ويبدأ مع الوقت عصب 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 وبعد كده لما يبقى عصب من نفسه في السواء بيتحكم في السرعة زي ما حاجز نفسي فيك سرعة القصف زي التبالة إراضي عايز أتكلم بلوقات فرصة تتكلم زي التبالة إراضي عند الأطفال وحد عند الفائش وبيب إيمان ألو ألو مادام إيمان مادام إيمان ايما حضرت تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي التبالة إيمان أم عاكد فضالة يا مادام إيمان لا سمحت يا دكتور أنا ديني بغالي خمس سنين بتجاوز عندي كم سنة دلوقتي عندي خمسة وعشرين تمام حصل إنجاب؟ أه أتنين أتنين تمام أم تجاوز عندي خمسة وعشرين سنة أه أتمرت لا يا أجماعة أنا عايز اقول كلمة الاجهاض المباشر ده شغل بيور نسا لكن لما نتكلم على تأخر الانجاب يا جماعة الاجهاض لما ندخلوا مع تأخر الانجاب حد عايز يخلف نفسه يخلف وفيه اجهاض في النص بقول يا جماعة الاجهاض ده علامة من علامات ان في مشكلة في البويضات او الحالة المنوية لازم نبحث عن المشكلة وقتها بنقعد مع بعض انا وانتو بتاع النسا زي الاتمي اللي احنا بنعمله او او الكلام ده كل لكن اجهاض كاجهاض او نزيف كنزيف لا ده تابع النصب يور بس يعني انا نفسي يعني انا 25 سنة يعني بناتي 25 سنة لما تيجي تجاوز بقول انت صغيرة 25 سنة ومعها طفلين يعني حتى كنت بحكيره مبارع حد لسه عامل عمل عملية دعامة في الكليا لحد 22 سنة ومعها 3 وبتبحث تقولي الدعامة تمنعني من حملة بعد كده 22-23 سنة ومعها 3 ما شاء الله وباسكو ايه عايزة تاني وفي الاخر بنعيب على الدولة مادام اسماء لو مساء الخير مساء الخير لو سمحت يا دكتور انا متجاوزة لها سنتين ونصف تمام جدت مرتين جدت مرتين ايوه ما بين سجوط وسجوط لازم انا قعد سنة الا ما احنا التاني لكن لحد دلوقتي ما عاركيش اطفال مفيش اطفال طب التحليل لا جل زينة مفيش اي حاجة عندي يعني انت والزوج مفيش اي حاجة لا هو الجزء ما عملش تحليل مش راضي يعمل لا مش راضي يعمل معلش يا ريت نتكلم احنا اتفقنا يا مادام اسماء نتكلم بصراحة الزوج انا لسه بقول الشاب قبل الجوز يعمل عشان ما يقضيش بنات الناس الزوج مش عايز الزوج مش عايز يعمل تحليل المفروض انا كزوجة اسكت انا بيجيلي انا بيجيلي العينات دي الزوجة تيجي تقول لي جوز مش عايز يعني ايه اللي هنعمل ومانا دلوقتي لما تتعالج الزوج هتتعالج غلط لان انا هتتعالج على اساس ايه مانا لازم يتزوج افرد الزوج ده مفيش انجاب خلص هتقول لي لي طب ما حصل حامله اجهاض ممكن حتمنوا ضعيفة جدا وبتموت وعايز حل معايا مادام اسماء طب احنا عايزين تحليل الزوج مهمة قوي وتحليلتي كنت كمان طب يا ريتا مش ممكن مش ممكن تخليه تكلمني يعني يبقى ياخد تليفوني يتكلمني حاضر يا زبتور هناليه ذوقتي يعني المشكلة من عندي ولا من عندي لأ احنا قلنا بقى دايما في الانجاب ما بنقولش المشكلة منين احنا قبلنا ان انا وزوجي واحدة واحدة في الانجاب هنبقى اول احدة واحدة بنتحرك المشكلة ممكن تبقى في الطرفين بنحلها مع بعض الاثنين معايا مادام اسماء دايما ما بنقولش مشكلة فيت بس دايما في الإنجاب مدام الزوج مش صفر والزوجها مش صفر يبقى بنعالج لتنين وإيدنا فيه بعد إحنا التلاتة لكن ما نقدرش نقول مشكلة فيت هنعالج لتنين في حتة واحد اتفقنا وفي وقت واحد وتقريبا في نفس الزمن نعالج لتنين فياريت تبقي تاخد تليفوني آخر الحلقة وتكلموني انتوا لتنين وانتوا مع بعض وهزبط لكم الدين إن شاء الله تحت أمر كما دام أسمع يعني هو صعب قوي صعب قوي في الريف والصعيد وما لما نقول الريف والصعيد ما بنعبش يا جماعة ما بنعبش في حد يا ريء ليه بتتاخد الأمور بحسات وليه الميديا بقت مدمرة كده يحكم العالم السوشيال ميديا حاليا هي مضمرة الدنيا أنا ما اتكلم عن الريف والصعيد عشان الحساسية أنا عايز أقول لكم حد احتمالكم متابعني ومش سهل جدا أقول اسمه لما لقيه وهو تحليله 5 مليون و4 مليون و3 مليون ومش رادي أستجيب عن كده قلت له في حل ان احنا نلحق نعمل اخصاب مجهر وترتاح صناعي بسرعة ونعمل ممكن نيجي في طفلة أو توقم لا عيب عندنا يا جماعة عيب ازاي يا عب ازاي عيب دلوقتي وصلنا للصفر الخاصة بقت للصفر وبنبحث عن حمانة واحد بنبحث واخر حاجة بعدتوا مركز يعمل راح مراح مركز يعمل خلاجة زعية وكلمني من جوها المركز وهو عمال عصبي هناك ويتخانق معاهم وفلوس دفع كتير جدا وعمال يقول لي الحقني يعني بدايتها ان يقول لي لا احنا عندنا عيب او ان انا اعمل طفلة نبيب دنيا مادام دنيا ألوه وعليكم السلام انا اعمل جنزة لي 8 سنين تمام فعمل حصوص انجاب فقار انت الهرمون الـ FSH اه اجنسان ليه كم شهر 44 انت 44 اه طب عملت المخزون AMH اه اجل دكتور كويس لا لا ما بيقولكش كويس دلوقتي FSH 44 44 ده كان تاني يوم الدورة تاني يوم الدورة اه تاني يوم الدورة AMH ما يبقى كويس يبقى عندي حاجة من الاتنين لو AMH اكيد كويس يبقى FSH من 44 مستحيل يبقى 44 المخزون المخزون بتاع المبيض اه مخزون كل كويس لا باكيش الطبيب صحيم الطبيب بيكونوا فيه طبيب لا لا معلش دنيا صح اه طب اوكي اه طبعا انت عملت تحليل كاملة وعملت AMH الزوج تحليله حلوة صح كده الزوج تحليله مزبوطة صح هو عملها مساعد متوازنة ما عملهاش طبعا كانت كويس طب اوكي انا بس اتمنى انك تاخدي رقمي وهتبعاتيلي تحليلك وتكلميني لان حاجة من الاتنين AMH مزبوط مستحيل FSH ب44 انا عايز اشوف الترفيق الاتنين والاحتمالة خليك تعد يوم الAMH اه طبعا تاني مش هفروبان لا اسماء لا ده دي حاجة فيها حكم حكم محكمة يعني انا اتبري انقاضي قدامك وعشان احكم عايز رقم لان هنحكم يا اما اقولك في كذا يا اما في كذا مش هينفع مع ال44 FSH ان احنا نقول يمكن او لا لا الكلام مش كده وما تحكش عليك وقولك كويس او مش كويس يعني انا لو جيالي بالFSH 44 هعمل AMH تلع فوق الواحد هقولك لا ايد الFSH تلع تحت الواحد هقولك لا اوكي ماشيين مزبوطين كده بانت محتاجة اخصاب مجالي سريع ومركز يكون اعلى مركز في الشغل ده واحتمال تجي معنا صدفة ولا واحد في المية لكن كلام يتساب وتتساب اقولك كويس ومكسوف منك ومش عايز اقولك الحقيقة لا ما ينفعش انا عايز ارقامك كلها مزبوطة يا مدام دنيا ياريت تاخد تليفوني وتكلميني في اي وقت وازاي يا اخو انا عايز اقول لكل حد قلت له نتواصل ياريت نتواصل موضوع مدام دنيا زي ما انتوا شايفين موضوع اسرة اسرتين اسرتين انتاجوا قصة في النص دنيا وجوزها هيفضلوا تيهين كده اتعامل FSH 44 الست لو عدى العاشر التسع عاشر 11 12 في خطر 44 دي معناها اني احتمال ما بيضي بقى فاضي يا تارى احتمال في بيضة كده ماركونة الدكاترة بتعيش على هذا الامل اني نلاقي انتوا عارفين لما نقول المخزن فضي وتلاقي مثلا مخزن الامح مخزن اي حاجة وتلاقي في الاخر كم امحاية على جنب من ايش على الامل ده لنشرة المبيض بكسافة وبتقلو وبقوة احتمال ومع المتابعة لو تلاقوا بويدة ببني يخطفوها جاري يخطفوها ويتعمل حفلة عليها يبقى اذا فكرة FSH 44 ما يستكتش ايه ميش مظبوط ما يستكتش لا احدوهما في حاجة او الدكتور مكسوف يقولك طبعا امور بتاخدنا من حاجة لحاجة عايز يعني تقريبا نلقط نلقط ايه كلام نقوله كلمة فيه امل يا طرر فيه امل احنا قلنا صورة القصف فيه امل لا تتعالج العلاقة الزوجية فيه فيه زوج فيه زوج ممكن زي ما اتكلمت على اللي هو قبل الجواز ويبحث عن عن قوة العلاقة وخايف على نفسه ومستقبله انت خايف على ايه ما فيش حد انا ممكن قلتها كلمة كده بقالي سنين وما زلت متمسك بيها ما فيش رجل في العالم يستطيع ان يعيش بدون جنس يقف قدام المراية زي ما قلتك زمان ويعمل كده زي انا حديد انا بطل انا مش عارف ايه يغير المناخ هو امراته يغير المناخ العام يغير الظروف يروحوا للصحرة زي ما عملوا في الفيلم بأي اسلوب هيوصل نتيجة بالعلاج الحديث الرائع هيوصل بس نتكلم على العلاج شوي اجماعة العلاج ده روعة وكلام ده تسجل يعني متسجلي لما تبحثوا كده في الحلقات هتلاقوا متسجلي من سنوات ان ده نعمة من ربنا بعثها من الجنة بس طريقة الاخد احنا بناخد العلاج بجهل اللي بيديه لي معلش محترام لسه يطلق بيديه لي مش فهم الجرعة مش تخصصه مش فهم الجرعة وانا دايما اشرح لحد امبارح طبعا نهارنا لحد عيادة امبارح بتاعتي امبارح بقول نفس الكنان يا جاي تقول لي انا الان والعلاج هعمل معي ايه يا جماعة العلاج لو اقل ذات كهرباء واي جهاز قدامك لو الكهرباء اقل شوية مش هتشتغل ولو اعلى شوية مش هتشتغل طب يا تر اوصل لها ازاي بالصبر انا خدت جرعة ايا كانت 25 ايا كانت من نوع معين ما فيه 15 عشر عشر وفيه 25 خمسين مية يعني كل حاجة على فكرة مختلفة ما فيش حاجة اسمها قرصة ما فيش حاجة اسمها انه جرعة زبعة لا طبعا لازم تاخد الامر على علم على علم خدت جرعة 25 ما جابتش انتجا ليه تضعيفة شوية اخليها خمسة وحيت 37 ما رحش من الخمسة وعشر رفع لخمسين لمية والمية تعمل لي تشكم جسم ما رح واخد كمان مية لحد حاجة ما يتلاونا قلب يستحمل يبقى انا كده انهيت خلاص اجهدت جسم على الاخر او لو قلب مش مستحمل يلا على العين المركز ما ينفعش علاج العلاج الادواج ده كلها زي اللي ماشي على الحبل لانا بقى وصفة زي اللي ماشي على الحبل لا يقع يمين لا يقع الشمال والامور بسيطة جدا مش معناها ابدا ان انا بقول لك لا تعالى غرامك فلوس وكشف وعمل لا ابدا في ده كثرة لو كان انا متبرنع منهم احيانا اخص من عني باية باية تعب شوية بازها بازها بسي لا في النقاية برد على كل الناس وبقول لهم ما بينهم على الجرعات لما كل وقت مناسب وبقول له سنه ايه وظروف ايه وجرعات مناسبة ونبدأ نعل الجرع ما اقول لكش ما تدكش خمسين عشان مناسبة لجسمك لقيتا ضعيفة شوية تاخد مية لا اخد ستين ازاي اخد ستين ازود حتة يعني الامور مش من نص فرخة لفرخة او مش من نص مش من نص خروف لخروف يعني لا بزود حتة لقيتها كبيرة عليها بانقص حتة الامور بسيطة يا جماعة ده في علاج الامور من افسد تجيب نتاجها تجيب نتاجها عند 80% من الناس على الان مادام تقى الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا سمسك يا دكتور انا اكر دهرة جدتا من 18 ثلاثة تمام ومجاسيك رفت عملت اختبار يعني يوم السفور تقريبا ثلاثة حامل لا تلع سلبي لا تلع ثلاثة حامل تمام 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 ترسل الدكتورة مالكيش هنا في أجلية كلية يتقولي حمد كلية تمام هو ده صح ده برافو عليها أنا بسأل سؤال بسأل سؤال يا مادم تقى انت ده ده أول حمل لا يا دكتور انا يعتبر الثاني يعتبر الثاني ليه يعتبر اه اعشان انا اظهرت اربع مرات بعدك ايه انت عادت معي عشر شهور وتوصل ومعي تفلة ست ست سنين ونص وجدت ففلة تانية عارض ست شهور وتوصل ياخر يقولي ده حملة 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 عايش منه واحدة ست سنين ربنا يا كليا طيب دلوقتي تالي إجابة انت اه انت الأنا عشان ما حصلش اجهاض والكلام ده كله وعايزتكمل حمد الفولوكويس جدا لأن هي مش شايفة سبب أنت متخيلها هتديك مثلا معلش بدون زعق هل يتكلم كألين قاديم للسهر مع بعض هتروح مثلا مدخلة من مصمرة الحمل كده بمسامين لا أبدا هي شايفة كدكتورة وفهمة أن الأسباب كان ممكن لو في أسباب واقعية كان قبل الحمل يعني مفوض أننا لو عايز أخدمك كطبيب ما بين الإجهاض والإجهاض أعالجك أشوف تحليل الزوج أشوف تحليلك وأشوف الأسباب لو كانت خارجية طيب لو الأسباب في الدم والراحم فليك أقدرك حمد الفليك بعد كده ممكن تتدخل بقى سبيني ممكن مع متابعة الحمله وحجمه متابعته يبقى إن شاء الله المرة دي المرة دي أنت ماشية صح هي ماشية بربنا يبارك فيها صح وتابعي بهدوء كده بس أهم حاجة بلاش توطر لأن التوتر من الحاجات الوحشة جدا وبرده بلاش ألق أكتر من لازم وتكتف نفسك لأ خليك طبيعية إن شاء الله يكمل وكمل خلاص أنت بالتوفيق ماكملش بعد ما يحصل على طول نبدأ في حصلك أنت وزوك تمام تمام بقى لي كم أسبوع هو أحنا بنحسبها زي يا مدام تو إحنا إيه من أول ما دخلنا كل الطب وإحنا طالب إحنا نحسبها كده آخر دورة آخر دورة أول يوم فاخر دورة بنضيف عليه سبعة أيام ويبقى ده أول كل شهر ونقص ثلاث شهور يعني مثلا آخر دورة كنت يوم كام 18 يبقى كل يوم 25 شهر جديد 25 24 ده أول شهر 25 25 2 شهر بنقص ثلاث شهور يبقى إن شاء الله توليدي في الغالب 25 12 تقريبا اتفقنا ربنا يا كريمك ووفائك وتقومي بالسلامة إن شاء الله في أمل إن الجنس يتعالج آه في أمل سرعة القصف تتعالج جميل الجنس يتعالج لحد الدعامة بس نبقى فاهمين جنس في أمل إن كل نسب الإنجاب بتاع الزوج والزوجة تصلح تصلح أهم أمل عند الزوج والزوجة لو فيه نسب إيده في إيد بعض ما يتفرقوش مش كل واحد عنده دكتور ما تفرحش وتجري تروح تعمل دوالي مش أي حد يعمل دوالي مش أي واحدة تروح تعمل منظار مش أي واحدة تفرح بمنشطات وتجري جاري زي ما بقول لي مدام توقع كده ما تغيروش دكتور كتير فيه يعني تخيلوا مثلا إن في اليوم اللي بيجيلي فيه حد كان صف وإف إس إي إتش كان 53 وبدأت انخصت الشغل بعد كده تخيلوا إن الدمور لو نهائي يعني الدمور حتى اللي كنا بنئس منه بدأ الخاصية نشوف إيه العيوب ونصلح لو فيه دوالي لو فيه مضادة أكسادة ولو فيه نزبط القوم لو فيه سجير يمنع أو يقلل لو في سخونة نقلل السخونة ومع الوقت ونفتح الخاصية ما نلاقيش وفي الأخير بوث قال الخاصية اشتغلت حصل حصل وجابت أنا منهم حد لحد فتح الخاصية من قبلها بشاطرة شهور مفيش بحدها بيعمل تحليل لا 8 مليون أنا ما صدقتش عملت تحليل فأقرب ما عمل 12 مليون يعني في يأس لا ما فيش يأس اللي ما عندهش خاصية بس مؤقتة اللي ما عندهش خاصية مؤقتة نية أستعد ما تشاف علم جديد لكن أي حد عنده خاصية وفي حتى الآيز وفيش يأس ما الانتاج يبقى فيه إيه في الزوج والزوجة المدام مثلا إليال إيه ميتش صفر بقولنا ما تيأسيش فيه محاولة ممكن ممكن يمكن آخر آخر كلام عايز أقوله بس قبل ما نختم دايما لما بيجي حد يقولي أنا في أمل أخلف أقوله بتقول لنا ليه يقوله قوله قولنا ربنا الخلفة بالذات ما بينكوبر ربنا بعشم اتكلم كده حتى لو أنت بتصلي تكلم ساجد تكلم لما ربنا ادي أمثلة في القرآن بيقولك خليك زي سيدنا زكريا خليك زي خليك زي سيدنا إبراهيم كان كل الظروف تقول ما بيخلفه مش ممكن يخلفه كل الظروف تقول مستحيل لكن لما قاله يا رب خلفه لما كنت أنت ماشي في طريقك وفيه أمل قول يا رب من ناحة الإنجاب ومن ناحة كل حاجة لأن تقريبا أنا دايما بقول حتى لو قلنا جاب ريز لما يجي حد يقوله أنا فرحاني أن ننزلت حاصوه حتى كمان أقوله العلاج ريز الشيفة ريز لأن كنت ممكن تنزلها وكنت ممكن تعملها منظر بالشيء الفلاني أو عملية بالشيء الفلاني وتتعطل وكلام ده كله طبعا أنا سعيد جدا أنا قلت أن أنا أجي أسجل حلقة كده أو على الهوى بس مش هلاقي حد يتكلم معنا كله مشغول بس واضح أني ناس همومها مخليها بعيدة عن المسلسلات وكلام ده كله وبالتابع أي حد كلمنا النهاردة ممكن ياخد التليفون بعد الحلقة هسيبه لهم وأي حد يكلمنا إن شاء الله ويبعث لي تحليله وإن شاء الله نتابع مع بعض الأمل موجود ولولتقينا تاني هنكمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة